دار الطب حلمك هيب حيا معدنا دلوقتي في عيادة أربعة شارع شريف مع أستاذ دكتور أحمد عوضالة مدير مركز دار الطب أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور دكتور حسألك على حاجة في دلوقتي الناس ابتدت الكورونا يعني الناس اتطعامت الناس ابتدت تسافر لو حاجة في دلوقتي بيشوفنا عرب أو مصريين عايشين في بلاد عربية وعايزين يجو لك يعملوا عملية الحقن المجهري بالمفروض يجو المدة اللي هيقضوها في القاهرة ويعملوا الفحوصات وكلام ده معاك علشان تعمل عملية الحقن المجهري تبقى تدقي تقريبا ما هو ده مروز عب الكورونا اه يعني مروز عب الكورونا بس عشان أنا اللي بقصوده عشان الناس كانت بقى لها فترة ما بتجيش وتروح اه هو طبعا هو يعني حدث نوع من انواع زي ما يقوله الفريز او التجمد في التخصص دوان في الانتقال بين بلد واغ بسطر الحقيقة انا يعني الناس اللي بيتعاملوا معايا انا والمركز بتاعي عارفين ان احنا لم نتوقف لدقيقة منذ قيام هذا الموضوع وضعا في الاعتبار انه قالك ايه الست ممنوع تحمل وبعدين الست ممنوع تخرج بالبيت وبعدين الست ممنوع تسافر وبعدين قفل وصفر وبعدين قالك الناس اللي عندهم المنظمات العالمية المختصة بالموضوع دوان ومختصة بتأخر الانجاب قالك تتقفل مراكز اطفال الانبيب ده في دول معينة وي 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 قصة طويلة احنا مانند ناش قانون طلع قلة كئف المراكز اطفال الانبيب في ذلك الوقت وبالتالي احنا كنا شغالين ولكن احنا كنا بنضع بعض المعايير انا هتكلم عالك كنا بنضع بعض المعايير انت عندك انا بطني وجعاني بقى كورونا وانا عندي اه زوري بيحضر بقى كورونا و عندي شرطتين بقى كورونا و كحيت كحيتين و في بلغم كده لونه غريب بقى كورونا وعندي صداع في الجزء الوراني من رقابتي ده بقى كورونا وده كان بيحصل في الوقت ده فاحنا بقينا بناخد كل دول ونهمشهم من العمل عندنا منهمشهم مش نرفدهم يعني منهمشهم نعادهم في البيت وكل العينين اللي كانوا بيعملوا معنا حقنا مجهالي في الوقت ده اي حد فيهم عن قريب او بعيد كان مشتبه في ان هو عنده كورونا كان بيروح يعمل التحليل وبعدين يبقى ييجي واللي كان منهم عنده مشكلة وفعلا طالع عنده كورونا احنا مكناش بنزرع لهم اجنة استحدث في الفترة اللي فاتت فكرة قصة التطعيم ولو انا خدت التطعيم احمل واللي بقى وبعدين بعد كده رجعوا غيروا المسار وقال لك اخد التطعيم واحمل مفيش مشكلة لان انا من شهر جات لي سيدة بتستهلك التربية والتعليم قالت لي انا مضياني على ورق ان انا ما احملش فقلت له حضرتك يعني من كلام ده مش انا مش انا عليك عايز تعملي علاج اني بقى نعمل علاج لان احنا انا انا اتذكر ايام الصورة وايام ما كانت الشوارع بيتحرق فيها سنة 2011 الكويتش وسواء كنا بنشتغل عادي خالص 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 ولم نتوقف اليوم الجزء بتاع الجزء بتاع فتح السفر دلوقتي فلو حد عايز يجي دلوقتي فتح السفر دلوقتي احنا دورة الحقن المجالي عندنا بتبدأ من تاني يوم نزول الدورة وفي كتير آلاف بيتواصلوا معنا من الخارج بنبقى يقول لهم والله يخدي الفيتامين الفلاني يخدي الجوزك ياخد الفيتامين الفلاني حتى عندنا طريقة بنبعد ديها الادواء للناس دول ونبعد لها الادواء وفي اوقات بنقول لهم والله يا جماعة انتم عندكم مثلا الراس الفلانية حتاخدوها وتفضلوا ماشيين عليها عشان احنا بنبقى عايزين حضرتك تيجي مثلا يعني يوم عشرة ديسمبر وانت بتاخدي الدول فلاني لحد يوم عشرة ديسمبر كل حاجة بجدول محسوبة طبعا فلما تنزل النهاردة يوم عشرة ديسمبر وتدخل المركز دول يوم حداشرة واثناشرة ديسمبر يبقى هي مع نزول البرود انا ببدأ علاق في منهم بيجي الوحده وفي منهم بيبقى مرافق للزوج بتاعه في ازواج غير قادرين على ان هما ييجوا يعودوا المدة طويلة قد ايه اللي هي تقريبا 18 يوم ففي منهم مجموعة احنا بنبدأ العلاج للسيدة والزوج بيمسافر او الزوج بييجي معها وان لم يستطع الاستمرار بيجمد عينة سايا المنويها بتكمل فهي احنا من المراكز اللي بنقدر توتيلر ان احنا ليبيا بييجوا سودان بييجوا يمن بييجوا سعودية بييجوا يمارات بييجوا عراق بييجوا كتير كل حتة فهي احنا بنقدر ان احنا توتيلر او يعني تفصل تفصل لكل سيدة بناء على حالتها السؤال الموضوع مش بالعافية صحيح يعني مش اللي هي تيجي ان عدا فيه ستات بييجوا في اليوم الرابع او الخامس من بداية الدورة انا عايز ابدأ علاجة دكتور لا مفيش علاج اصلي قالولي لا مقالولي ايش طب مفيش فانما احنا لازلنا نفتقر في مصر ودي للأسف يعني الى الارت اللي هي الفن بتاع السياحة العلاجية اه طبعا لانه السياحة العلاجية يعني هي هي معيش دكتور طبعا مايش مركز طبعا مايش مستشفى طبعا هي التكس هي انبوبتل بتجاز اللي في الشقة المفروشة اللي بيقعد فيها لان انت انت تسعة وتعين في المية من اللي بيجو لك من الدول العربية فانا النهاردة انا مايبقى جاي مايبقى مشكلة انه مثلا الاردن دولة غالية جدا بس ما فيهاش اللي هيصل اللي بتحصل هنا هنا تلاقي العياني يدخل يجي اشتكيلك انا اجرت مش عارف ايه لايه واحد بيجيب لي انبوبتل بتجاز بكذا المنظومة كلها طبعا التأمين السياحة العلاجية دي لها طبعا لها قيمة كبيرة جدا وممكن تعمل عائد رهيب طبعا ده صحيح انا معك بشكريك يا دكتور اهلا بيك بشكر استاذ دكتور احمد عوضالة مدير مركز در الطب على وجوده معنا النهاردة فاصل ونرجع لك وخليكم معنا سمعت